اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بأبرز العناوين اشتداد المعارك في تعز والميليشيا تكتف قصف الاحياء السكنية طيران التحالف يشن غارات على مواقع الميليشيا في صنعاء وعدد من المحافظات الحكومة تقدم مسودة شبهة نهائية لاتفاق وقف اطلاق النار مع ميليشيا الحوثي وصالح شن الطيرات التحالف غارات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة المتمركزة شمالية مدينة الحوطة بمحافظة لحج وقالت مصادر محلية وشهود عيان ان الغارات استهدفت مزارع يتحصن فيها عناصر التنظيم في منطقة وادي الخير شمال المدينة وانهم شاهدوا السنة النيران تتصاعد من الاماكن المستهدفة وكثف طيران التحالف في الاونة الاخيرة غارته على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة لحج وعدد من المحافظات الجنوبية وفي السياق ذاته بدأت قوات الامن حملة امنية ضد الجماعات والعناصر التخريبية في محافظة لحج وقال مدير مكتب المحافظة صالح محمود في تصريحات صحفية ان الحملة الامنية تهدف الى تطهير المحافظة من العناصر الارهابية واضاف محمود ان قوات الامن وضعت الخطط المناسبة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي واشار الى ان المرحلة الاولى تهدف الى تطهير مدينتي الحوطة وتبن الى ذلك قالت مصادر محلية ان قوات امنية بدأت بنصب عدد من نقاط التفتيش على الطريق الواصلي بين محافظتي عدن والحج هجم مسلحون نقطة امنية تابعة للمقاومة الشعبية في جولة السفينة بالشيخ عثمان بمحافظة عدن وقال مصدر في المقاومة الشعبية انهم تصدوا لهجوم شنه مسلحون بالاسلحة الرشاشة واضاف المصدر ان جريحين على الاقل سقطوا جراء الاشتباكات رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاعات انتهاكات حقوق الانسان 354 حالة اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي بينها حالة قتل جماعي اضافة الى ضحايا الالغام والتعذيب والاخفاء القسري للمعارضين وافادت عضوة اللجنة الحقوقية اشراق المقتري في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقر اقامتها في عدن بان الاحصائيات الصادرة عن اللجنة حصيلة اولية لرصد ميداني قدمته منظمات حقوقية خلال شهر مارس المنصر رصد الفريق من منتصف فبراير الى نهاية مارس 354 ادعاء انتهاك لحقوق الانسان كانت مسلمة من الراصدين الميدانيين في عموم الجمهورية كانت هذه ادعاءات انتهاكات قصفت طائرات التحالف مواقع الميليشيا في العاصمة صنعاء وقال شهود عيان ان الغارات استهدفت مقر التنميين العسكري في منطقة عصر وموقعا في جبل عطان هذا وحلقت الطائرات على علو منخفض فوق العاصمة وقالت مصادر محلية ان الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في ريمة حميد وشارع المئة جنوب العاصمة وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الى مدرية نهم شرق العاصمة صنعاء وقالت مصادر عسكرية ان تعزيزات كبيرة تتضمن اسلحة ثقيلة ومتطورة تابعة للتحالف وصلت الى نهم قادمة من منفذ الوديعة واضافت المصادر ان ذلك يأتي في اطار الاستعدادات المكثفة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لبدء معركة تحرير صنعاء الى تعز حيث نفذ طيران التحالف عملية انزال خاطئة للسلاح في منطقة المعمرية بمدرية المواسط في محافظة تعز وقال مراسل بلقيس ان المواطنين قاموا بجمع الدخيرة لتسليمها لقادة الجيش الوطني واضاف ان احدى المظلات سقطت فوق منزل المواطن احمد سعيد واخرى فوق منزل جابر احمد وتسببت باضرار بالغة في المنزلين تزايدت حدة الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشيا الحوث والمخلوع من جهة في محافظة تعز وقال الناطق باسم المجلس العسكرية العقيد الركن منصور الحساني ان حدة الاشتباكات تزايدت في جبهات المحافظة مع اقتراب موعد مفاوضات الكويت مشيرا الى ان القصف العشوائي بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا ازداد على الاحياء والقرى وفي مديرية المعافر بمحافظة تعز يتقاسم نازح الحرب وطالبات مدرسة حكومية فصول الدراسة اذ تقيم عشرات الاسر داخل المدرسة بعد ان شردتهم الميليشيا من قراهم المجاورة وهو ما اثر سلبا على العملية التعليمية التفاصيل في تقرير مراسلنا فواز الحمادي في مدرسة الشهيد سعيد حسن فارع بعزلة ذبحان مديرية الشمائتين تدرس الطالبات في نصف المدرسة فقط فيما خصص النصف الآخر سكنا للنازحين الفارين من الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على تعز طبعا النازحين تقريبا 12 فصل اللي هم مع النازحين وضمينا ثمانية فصول أو تسعة فصول لطالبات المدرسة طبعا لفترتين تعمل فترتين تسبب هذا التقاسم في نقص كبير في الفصول الدراسية ما اضطر إدارة المدرسة لدمج كل شعبتين في فصل واحد وهو ما تسبب بازدحام شديد في الفصول ما يصعب من عملية استعاب الطلاب للدروس وفهم محتوى طبعا نحن هنا ندرس نازحين ومقسم المدرسة لنا وللنازحين عايشين فيها ونحن نضايقين في فق بالمعمل والمدرسة وسوء الفهم الكثير من كثرة ازدحام الطلاب على القانب الآخر يعاني النازحين الذين يسكنون في المدرسة من صعوبات كبيرة بسبب افتقارهم لمقومات العيش وعدم مد يد العون لهم لمواقهة مصاعب الحياة خرقنا نازحين فارين من بيوتنا إلى منطقة التربة ونحن الآن لا نقل سكنا ولا نقل حاجة لقانا إلى هذه المدرسة تتقاسم الطالبات والأسر النازحة هنا المعاناة والازدحام فضلا عن تقاسمهن فصول المدرسة في انتظار من يلتفت إليهن وينهي معاناتهن فواز الحمادي قناة بلقيس بعزلة ذبحان ومعنا من تعز مراسلنا فواز الحمادي فواز أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية كيف تجري المعارك اليوم هناك أنباء عن اشتباكات وعنيفة تدور في جبهة الضباب وبعض الجبهات الأخرى نعم تشتد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومسنود بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى بعد شن هجوم كبير من قبل قوات الجيش الوطني في جبهة الضباب تمكن من خلال هذا الهجوم قوات الجيش الوطني من السيطرة على التب الحمراء والتب السوداء ومنطقة الصياحي ومحطة الكباب ومنطقة المقهاية وما تزال المعارك مستمرة وعلى أشدها وقيادة قوات الجيش الوطني في الجبهة تقول أنها تشن هذا الهجوم في محاولة منها لفك الحصار عن المدينة من الجبهة الغربية وتقول أن المعارك لن تتوقف حتى تتمكن من السيطرة على خط الضباب تعيز وفك الحصار من الجهة الغربية نعم فوز يعني هناك اليوم تقدم والسعادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع مهمة في جبهة الضباب سيطرة قوات الجيش الوطني على محطة الكباب ومنطقة المقهاية والتب الحمراء والتب السوداء ومنطقة الصياحي بداية منطقة الربيعي ماذا تمثل هذه المناطق فواز بالنسبة لفك الحصار عن تعيز تمثل أهمية كبيرة لقوات الجيش الوطني لأنها تعد بداية السيطرة على خط الضباب تعيز وفك الحصار على المدينة إذا ما استمر الهجوم على ما هو عليه الآن نعم فيما يخص فواز الانزال المضلي لبعض الأسرحة التي نزلت بالخطأ على منازل المواطنين وحدوثناك أضرار حدثنا عن هذا الجانب نفذت طيران التحالف العربي عملية انزال خاطئة سقطت مظلات الانزال في منطقة المعمرية مديرية المواصف مظلتين من ثمان مظلات سقطت موقع منزلين لمواطنين في المنطقة تسببتها بأضرار بالغة في المنزلين وقد قام المواطنون بجمع هذه الأسلحة ويتجري الآن عملية تسليمها لقوات الجيش الوطني المتمثلة باللواء 35 مدرعا أشكرك فواز الحمادي مراسلون كنت معنا عبر الهاتف منتاز ناشد رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على توفير الدعم لتغطية العجز في الكادر الطبي والأدوية وقال رئيس اللجنة دكتور فارس عبد الغني إن تعز تتعرض لإبادة جماعية في ظل قصف المنشآت الطبية وشح الأدوية ونقص الكادر الطبي دانت نقابة الصحفيين تعرض مراسل قناة الشارقة محمد طاهر لمحاولة قتل برصاص قناص حوثي خلال تغطيته الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيا على الأحياء السكنية في تعز وحملت النقابة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الحادث مجددة دعوتها لإيقاف استهداف الصحفيين كما حثت النقابة الزملاء الصحفيين للاعتماد إجراءات السلامة المهنية أثناء تغطيتهم في أماكن المواجهات مهمة الوصول إلى الحقيقة أصبح جزءا من الخطر الذي يحدق بالصحفي أو المراسل التلفزيوني في مدينة كتعز بفعل رصاص قناصة الميليشيا التي تقف لهم بالمرصاد فهذا يجعل رحلته في البحث عن الحقيقة مكلفة رغم محاولات كثيرة للأي بأنفسهم عن كل المخاطر التي تحيط بهم وبات الحديث عن العمل الصحفي في تاعز أمرا لا يقل خطورة عن الذين يشاركون في جبهات القتال وهم يحملون كاميراتهم لالتقاط بعض الصور للمعارك الدائرة في المدينة فقد قتل أحمد الشيباني ومحمد اليمني وأصيب آخرون في ذات المهمة التي أصبحت محفوفة بمخاطر جمة تصدرها لهم الميليشيا على أطراف المدينة وأماكن أخرى كما تعرض عدد من الصحفين للاعتداء والاعتقال والقتل في تاعز ها هو مراسل قانة الشارق محمد طاهر كان على مقربة من الموت فقد أصيب إصابة طفيفة نتيجة شضية رصاص قناص في الجفة الشرقية خلال تغتيته للمعارك التي تدور هناك كل ذلك استدعى إدانات واسعة شددت على وقف استهداف الصحفيين على الرغم من دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل الصحفيين ومعنا من تعز مراسل القناة الشارقة هناك الزميل محمد طاهر بداية محمد الحمد لله على السلامة الله سلم لك يا عزيزي وكل الزملاء العالمين في القناة والجمهورة مصرية نعم محمد إذا وضعتنا في صورة ما تعرضتم له من اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع أنت وبعض الزملاء وكانت تستهدفكم شخصيا سيدين أحروا بعض حصول تقدم للمقاومة في منطقة سعبات في الجبهة الشرقية تقدمت المقاومة إلى منطقة حسنات المجاردة وقمنا مع مزموعة من الزملاء بمحاولة تغفية هذا التقدم ولكن الميليشيا القلابية كعادتها عندما تنزل إما تنجأ إلى قتل الصحفيين وعدم نقبل نعم في أوساط المدينة بالتالي تعرضنا لصفات قناصة قناصة حوالاستجابنا لكن الحمد لله محمد ما الذي يجبركم على التوجه إلى الخطوط الأمامية وتعرضون حياتكم للخطر لا سيما بعد أن حذرتكم النقبة بعدم الذهاب إلى مناطق المواجهات وأخذ الحيطة والحذر في هذه الأماكن أعتقد أن الصحفيين هم عملي مخاطراتهم ولكن استنجل مرجعية واضحة من فطب ملك الذي قال النصحفي نعم هم يعتقدون أن الصحفي أنهم بفتل الصحفي كما حصل لذيذة من صغير عمد اليمني وأحمد الشيبان الذين فقطوا وهم في ميدان الحقيقة هم يعتقدون أنهم سيكون ملامح جريمتهم الوحشية واعتداءهم والحرب الشاملة التي يخربها على المحافظة التعز على المدنيين على المنشآت أجاب في التهديث والنساء القصة العقوائية اليومية وبالتالي تكتدمات وتهديم المنشآت وكل هذه الوحشية في تعالفهم يلقون إلى خمسة الحقيقة أو محاولات تجزئة الحقيقة وعدم ميطالها للعالم عبر قناة الصحفيين أو كاميراتهم السلامة لك إذن أخي محمد طهر وكل الزملاء العاملين شكرا جزيلا لكم كنت معنا عبر الهاتف منتاز مراسل القناة الشارقة محمد طهر تحت الشعار مر عام وأبي يقاوم وزع أطفال تاعز ألف وردة على قوات الجيش الوطني والمقاومة في عدد من جبهات القتال بالمدينة ويأتي ذلك ضمن حملات قافلة شارك لدعم قوات الجيش والمقاومة مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل بعد مرور عام على الحرب في تاعز ورجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني ما زلوا يواصلون الدفاع عن مدينتهم تاركين خلفهم أسرهم وأعمالهم وعرفانا بهذا الدور قامت قافلة شارك في إطار مشاريع حملتها أنا ألف بتوزيع ألف وردة على المرابطين في جبهات القتال نحن في قافلة شارك نقوم بالحملة الثالثة من أجل المقاومة وهو توزيع ألف وردة لكل مقاومة في مدينة التعز اعترافا مننا بجميلهم ولما يقدموهم من أجل التعز رجال المقاومة الشعبية بدورهم أبدوا سعادتهم وفرحتهم بهذه البادرة التي تشجعهم وتحطهم على مواصلة المشوار شاكرنا في الوقت ذاته هذه المبادرات التي تمثل عوناً لهم في سبيل مواصلة المشوار والسكمال تحرير المدينة نشكر حقيقة قافلة شارك التي تعمل دائماً من خلفنا بدعمنا بالمواد العينية بشكل دائم بشكل مستمر دعم المطابخ دعم القرحة مشروع أنا ألف التابع للحملة الشعبية شارك لأجل المقاومة والتي أطلقها وجهه وأعيان هذه المدينة في بداية الحرب حمل في طياته العديد من المشاريع التي تساهم في دعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني ولما الحاضنة الشعبية للرجال المقاومة من أجل دعمهم وتحفيزهم على مواصلة المشوار في سبيل دفاع عن المدينة وتحريرها حمزة أمين قناة بلقيس تعز إلى محافظة شبوى حيث سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع جديدة في مديرية عسيلان وقالت المصادر في المقاومة أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على جبل العقدة المطل على وادي السليم غربي عسيلان ومفرق الحمى وما تزال المعارك مستمرة إذ تحاول قوات الجيش والمقاومة تقدم نحو مدينة النقوب وجبل بن عقين وأضافت المصادر أن ستة قتلى سقطوا من الميليشيا وأسر اثنان آخران فيما قتل أحد أفراد الجيش وجرح اثنان آخران سقط قتلى وجرح من الميليشيا في غارات شنتها مقاتلات التحالف على موكب لهم في محافظة الجوف وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت موكبا من أربع سيارات في منطقة الساقية بمدرية الغيل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح وفي السياق ذاته تدور معارك عنيفة بين المقاومة والميليشيا في مديرة الغيل أفضت إلى سيطرة قوات الجيش والمقاومة على أجزاء كبيرة منها قتلى قيادي حوثي وأصيب آخرون من عناصر الميليشيا في هجوم للمقاومة الشعبية على نقطة تفتيش في محافظة الحديدة وقال المركز الإعلامي للمقاومة التهامية إن المقاومة هاجمت نقطة تفتيش في منطقة مفرق مقبنة بمديرية حيس جنوب الحديدة ما أسفر عن مقتل القيادي في الميليشيا أبو الليل وإصابة آخرين سياسيا قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إن لدى الحكومة مسودة شبه نهائية لاتفاق وقف النار مع الميليشيا الذي من المقرر سريانه في العاشر من الشهر الجاري وأكد المخلافي أن تطبيق قرار وقف إطلاق النار سيبدأ من محافظتي تعز وحجة الدخول في التفاهم على وقف إطلاق النار هي الخطوة الأولى في مرحلة المشاورات التي تبدأ في الكويت بعد وصول ممثلي طرفي النزاع إليها لخوض جولة مشاورات من المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري لكن الطريق إلى تحقيق نتائج لهذه الجولة بدرجة أساسية يعتمد على تثبيت وقف إطلاق النار في موعده المحدد في العاشر من هذا الشهر أيضا المصادر تؤكد بأن طرفي المفاوضات تسلم مسودة الاتفاق ووضع ملاحظات أولية عليها في ظل استمرار جهود أولية متواصلة يعمل عليها فريق من الاتحاد الأوروبي تتعلق بتأهيل مراقبين للعمل على التوصل إلى إخراج الخطوة الأولى بنجاح وهو أيضا ما تطلب بدء خبراء من الأمم المتحدة بتدريب فرق سيتم نشرها في مناطق التماس لمراقبة وقف عمليات إطلاق النار وزير الخارجية المخلافي أعلن أن لدى الحكومة مسودة شبه نهائية لهذا الاتفاق مع ميليشيا الحوثي وصالح الذي سيبدأ من محافظتي تعز وحجة بينما تحدثت جماعة الحوثي بشكل منفصل عن حليفها الرئيس المخلوع عن تسلمها مسودة اتفاق قالت إن النقاش عليها ما يزال جاريا ولم يتم الموافقة نهائيا وهو ما يراه مراقبون وضع في سياق العراقيل التي تبدو الجماعة بارعة في صناعتها في مختلف مراحل التهديئات والمفاوضات السياسية وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة جادة في تحقيق وقف إطلاق النار وذلك من خلال المفاوضات في الكويت المزمع عقدها في منتصف الشهر الجاري وطالب بن دغر خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر طالب المجتمع الدولي الضغط على الحوثين من أجل تنفيذ الاتزامات التي يفرضها القرار الأممي 2022-16 وأضاف أن الحكومة جاهزة للسلام بينما الطرف الآخر لا يزال يعمل على تهريب الأسلحة لليمن وهذه مؤشرات لا تنبئ على رغبة حقيقية لديهم للسلام كما أن تدفق سفن الأسلحة الإيرانية يؤكد على استمرار التدخل الإيراني في الشأن اليمني ورغبتها في استمرار الحرب وزعزعة استقرار المنطقة وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر نحن ذاهبون للكويت من أجل السلام الدائم والشامل رغم إدراكنا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض طريق السلام أهمها عدم جدية الحوثين لإنجاح المفاوضات وأضف بن دغر لدى لقائه بنائب المبعوث الأممي إن من يريد السلام لا يستورد سفن الأسلحة وقال إن الحكومة حريصة على وقف إطلاق النار والسعي الحثيث لإحلال السلام ووقف الحرب والاتجاه نحو البناء والتنمية قتل نحو ثلاثين مسلحا من الميليشيا وأصيب العشرات في قصف لمقاتلات التحالف على مواقعهم في حريب القراميش بمحافظة مأرب وقال مركز سبا الإعلامية التابع للمقاومة إن الغارات استهدفت مواقع وأليات للميليشيا في مديرية حريب القراميش الشرق العاصمة صنعاء وعضف المركز نقلا عن مصادر ميدانية أن أغلب الضربات الجوية استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهات القتال دانت منظمة الصحة العالمية لاعتداء على مستشفى مأرب العام قبل ثلاثة أيام والذي أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم طبيب وإصابة ثلاثة عشر آخرين وذكرت المنظمة أن الاعتداء ألحق أضرارا بأحدة الرعاية والمباني الإدارية التابعة للمستشفى لافتة إلى كونه يستقبل آلاف المواطنين من المحافظة والمحافظات المجاورة وجددت المنظمة دعوتها كافة أطراف النزاع إلى احترام سلامة وحيادية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية وأكدت أن هذه الهجمات انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاحتياجات الصحية الطارئة عالميا قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وأطلقت المنظمة مع شركائها في جنيف خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2016 والتي قدرت بمليارين ومئتي مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية لأكثر من تسعة وسبعين مليون شخص في أكثر من ثلاثين بلدا حول العالم من بينها اليمن وأكدت المنظمة أهمية وصول الخدمات الصحية العاجلة لحوالي أحد عشر مليون شخص في اليمن اقتحمت ميليشيا الحوثي يوم أمس كلية الصيدلة في جامعة صنعاء بغرض كسر الإضراب الذي دعت له قيادة الجامعة ساعية لفرض قراراتها بالقوة وكان مجلس الجامعة ونقابة التدريس والموظفين قد رفضت قرارات الميليشيا وأعلنت إضرابا مفتوحا من جديد جامعة صنعاء ساحة لانتهاكات الميليشيا وهذه المرة في كلية الصيدلة حيث أقدمت الميليشيا على اقتحام الكلية وفرض عميد موال لها في محاولة لكسر الإضراب الذي دعا له مجلس الجامعة ونقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين بالجامعة رفضا لقرارات أصدرتها قيادة الجامعة المكلفة من قبل الميليشيا هذا القرار كأنه لم يكن لأنه اتخذ من غير ضيصفة ولأول مرة يتم اتخاذ قرار موحد داخل قيادات جامعة الصنع برفض هذا القرار رفضا مطلقا وبحسب النقابة فإن الإضراب سيستمر حتى تنفيذ مطالب عدة طالبت بها كل قيادات الجامعة طالبنا بإلغاء القرار أولا وأيضا رفضنا التشهير بقيادات الجامعة السابقة لا بد أن يعاد الاعتبار لجميع من تم الإساءة لهم وفي النهاية يتم التشاور واختيار شخصيات إذا كان لا بد من أن يكون هناك تغير لا بد من التشاور حول شخصيات لنطبق عليها معايير معينة تحريض الطلاب على الأكاديميين وتصوير الإضراب على أنه يضر بمصلحتهم واحد من سبل عدة استخدمتها الميليشيا في محاولة لكسر الإضراب وتنفيذ قراراتها جامعة صنعاء كباقي مؤسسات الدولة التي تسعى الميليشيا جاهدة لإخضاعها وجعلها تحت الوصاية لكنها الوحيدة التي ما زالت متمسكة بملامحها المدنية ورافضة للميليشيا وتواجدها يعيش الشباب في مناطق بوادي حجر بمحافظة حضرموت أوضاعا صعبة جراء تفشي البطالة في أوساطهم رغم أن أغلبهم من حامل الشهادات الجامعية ومع قلة فرص العمل جراء الأحداث التي تشهدها البلاد تتزايد المخاوف من استقطابهم من قبل العصابات والجماعات المسلحة مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل كغيرهم من شباب اليمن يعاني الشباب في مناطق وادي حجر بحضرموت من انتشار واسع للبطالة بشكل يتزايد يوما بعد آخر في ظل تناقص فرص الحصول على العمل الذي ينحصر في القالب على العمل بالزراعة وهذه أيضا غالبا ما تكون منحصرة فقط على موسم الحصار فبالنسبة لهؤلاء الشباب فإن سنوات العمر تنضي لكن دون أن تحمل معها ما قد يحقق أحلامهم وطموحاتهم كما يقول الشاب حسيني بن لشعل ندرس في معد التقني الصناعي بخلف سنتين وتخرج يعني من بعد التخرج لي لآن سنتين وزايد بدون عمل في هذه المنطقة حقنا وأكثر الشباب عندنا عاطلين عن العمل وبرضا مش اللي أنا فيه شباب يعني من قبل يتخرجوا وقاعدين في المنطقة بدون أي فائدة فيما تزداد المخاوف من أن تؤدي هذه الأوضع بالشباب إلى السقوط في أحضان العصابات المحلية في ظل غياب أي دور للدولة في توفير فرص العمل واحتضان الشباب تبرز مخاطر سقوطهم في شباك العصابات المسلحة والمتطرفة مستغلة فقرهم وحاجتهم والفراغ الذي تركه غياب الدولة فهل تستجيب الحكومة لدعوات انتشال الشباب من وحل البطالة قبل فوات الأوان؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس مديرية حجر طالب عدد من المجندين الجدد في مدينة عدن قيادة المحافظة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ شهرين وقال المجندون إنه لم يتم استيعابهم ضمن الوحدات الأمنية الجديدة التي تم توزيعها لأجل توفير الحماية وضبط الأمن في المدينة أكثر من ستين يوما مرات منذ إكمالهم الدورات التدريبية لكنهم ما زالوا في انتظار ضمهم إلى القوات الأمنية العاملة في الميدان ويقول عدد من المجندين الذين تخرجوا حدثا من دورات تدريبية خاصة إنهم لم يتلقوا رواتبهم لشهرين ولم ينظر إلى احتجاجاتهم التي ينظمونها في أماكن مختلفة ويدعو عدم ترتيب الأوضاع الأمنية وعدم فرز المنتسبين إلى القوات العسكرية إلى مزيد من تفاقم الحالة الأمنية غير المستقرة في المدن المحررة وهي حالة تحتاج حسب مراقبين إلى مزيد من اليقظة والاستفادة من تجارب الآخرين خصوصا في ظل عدم وجود خبرات أمنية تعمل ضمن الوحدات العسكرية المشكلة حدثا حيث تعمل هذه الأجهزة بدون أي بيانة تراكمية وبلا خبرات استخباراتية تتوقع الجرائم قبل وقوعها كما تلجأ إلى سياسات الدفاع وانتظار الفعل بدلا عن القيام به وفق التوصيف الأمني وهو ما تدفع ثمنه المدن المحررة وكوادرها التي تذهب ضحية لعمليات إرهابية يمكن تلافي وقوعها بالعمل الأمني القائم على المعلومة والاستنتاج نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين اشتداد المعارك في تعز والميليشيا تكثف قصف الأحياء السكنية طيران التحالف شن غارات على مواقع الميليشيا في صنعاء وعدد من المحافظات الحكومة تقدم مسودة شبهة نهائية لاتفاق وقف النار مع ميليشيا الحوثي وصالح نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء